ليلة عبداللطيف بدأت مشوارة مع شاشة الام تي في والإعلامة غازف غالي سنة 1990 وظهرت ببرنامج لأشهر كانت خلالها بترد على أسئلة المشاهدين بصوتو بتعرفوا كل الحجراءات لازم بتاخدوها حتى ليلة تقدر تجاوبكون كل الأسبوع معنا ليلة بحلقات سيرفيشو وبعد مرور سنوات التأت عبداللطيف الإعلامي ريمان جين اللي اقترحت عليها إعداد برنامج شهري تطلق فيه توقعاتها ما تراه اليوم تصر على أنه إن لم يحصل اليوم ففي الغد حكما تثق بحدثها لدرجة أن توقعاتها بأغلبها مباشرة وبالأسماء والتفصيل وليس بالإيحاء استمرت بإزاعة صوت الغد ست سنوات وظهرت بالعديد من البرامج التلفزيونية والوسائل الإعلامية المكتوبة والإلكترونية وغيرها شايفي أنزمة تتغير أنزمة عالمية وعربي وخصوصا عربي يعني فيه أمور يمكن تحدينيها أنه ولا ممكن إنها تصير ولكن بفترة أقل من شهر معظم ما توقعته ليلى عبداللطيف صحر ليلى عبداللطيف يلي اشتهرت بعالم التوقعات كان إلى مقابلة مميزة مع السيئة أن الأمريكية وهي خطوة مهمة تضاف إلى مسيرتها ليلى عبداللطيف إنها اليوم عائدة من إطلالة تلفزيونية عالمية عبر أهم المحطات الأمريكية التي وللمرة الثانية تثق بها لتفتح لها الأثير مع ليلى عبداللطيف اللي رجعت الاحترام إلى عالم التوقعات هذه المرأة اللي أثبتت حالها من خلال التجارب ابتدت من السيئة أنآن منذ عشرات السنين وعادت إلى السيئة أنآن في الألفين وعشر معظم بل أكثرية المحطات اللبنانية والعربية استضافوا ليلى عبداللطيف بحوارات خاصة عبداللطيف ظهرت في ليلة رأس السنة على شاشة الجديد بلا شك حالة تستوجب التوقف عندها لترى مدى التأثير الصحة والمقارنة والمقاربة ليلى عبداللطيف اسم لمع في مجال التوقعات خصوصاً بالفترة الأخيرة مع كل إطلالة جديدة تحدث ضجة هي الموهوبة بالتوقع ليلى عبداللطيف يلي إذا أي متابع شاهد تنبؤاتها حول مسار الأحداث المستقبلية بيعرف من دون شك أنه معظم توقعاتها تصدق معظم تلك التوقعات صحت بالصورة والصوت وفي الأزمنة والأمكنة التي توقعتها من بعد ما أطلت على شاشة الجرس وشاشة الجديد مع الإعلام جورج صليبي وغادا عيد وغيرا من الإعلاميين يلي استضفوها لمعرفة إلهامة ونظرتها للمستقبل وإطلالتها على شاشة كويتية بوقت ممنوعة برامج التوقعات بالكويت كما وقدمت حلقات توقعات على قناة القاهرة والناس المصرية مع الإعلامة توني خليفة انتقلت ليلة عبداللطيف على شاشة الـ LBCI والLDC ببرنامج تاريخ يشهد يلي كل آخر شهر تطلق خلاله توقعات بتهز الشارع اللبناني والعرب بيظل اسم ليلة عبداللطيف محور جدل وأعجاب وموعد ينتظروا الكل لنسمع شو رح تقول سيدة التوقعات عن مستقبل لبنان والدول الإقليمية والعالم كله اشتركوا في القناة